السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعت لكم من جديد فكرة جديدة ووصفة جديدة بحول الله نتقسم معكم الطريقة دي المسمنة كبيرة في الفرن كتجي مورقة اكتر من رائعة كنتمنى هات الفكرة تكون بنال اعجابكم وتجربوها لانه صراحة تستحق تجربة فقط نحضرها بدقيق الفرس على بركتي الله عندي كمية بدقيق الفرس هنا استعملت واحد الكمية من غير منوزنها يعني ممكن تحضره 500 جرام او 250 جرام هنا نحضر جوج مسمنات كبار هنا عندي كمية دي الدقيق نضيف لها شوية دي الملحة و شوية دي السكر وملعقة كبيرة دي الخل وملعقة كبيرة الى جوجة معالق كبار دي السيت فقط هادو هما المقادر اللي غنضيفه للطقيق غنبدأ نجمع الطقيق بالماء ماء العادي نجمع العجينة ديالي تكون رطبة ما تكونش قاسحة بزف وايضا ما تكونش مرخوفة بزف تكون عادية بحل عجينة ديالي المسمن احنا يا من بعد مجمعتها مزيان غنضلكوها مزيان 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 على سطح العمل خص هاد العجينات تدلك مزيان حتى كتولي كترتق معانا ممكن توجدوها بوقت قبل الوقت يعني قبل ما ما تبغيوا تورقوها وتحطوها في واحد الميكا او في واحد البلاستيك الغذائي وتخليوها تدلك الرأسها أنا تدكتها مزيان وخليتها ايضا في بلاستيك غذائي ترتاح واحد نصف ساعة الى ساعة او اي مدبط وتخليوها كتشوفو كيفاش كتولي كتطلقو كتولي مدلوكا أنا رغم انني دلكتها مزيان خليتها ترتاح ايضا مني كنخليو العجينات ترتاح كتكون واحد ناتيجا رائعة في الاخير كتشوفو كيفاش ولات مطاط يوم مدلوكا وكتطلق رسها ولات رائعة يعني واحد العجينا اللي كتكون سهلة اننا نخدموها هنا يعندي كمية ديال الزبدة اللي غندوبها ونضيف لها واحد الكمية ديال الزيت ونخلطها مزيان هنا ما دوبت الشزبدة مزيان خليتها شوية شوية عقدة يعني غير دوبتها غير شوية وبدت نخلط فيها من الأحسن ندوبوها مزيان لأن الجو بارد بسرعة كتقسح هنا نقطع العجينا ديالي أو نقسمها إلى أربعة أقسم كتبقى على حساب الكيمية ديال الدقيق اللي خدمتها في الأول وأيضا حجم المسمنا اللي غت اللي غت عم تعتمدوها هنا يا غن نضيف واحد الكيمية ديال الزبدة خليط الزبدة والزيت في واحد الإناء وغن نحط فيه الكورات ديال العجين ونغطيهم كاملين بخليط الزبدة والزيت من الأحسن يكون مازال دافي ما يكونش صحون بزاف ولكن خليو غير الدوب والزبدة تكون مازال دافية ضيفوا لها كيمية ديال الزيت وتخليو فيها العجين بهات الطريقة وتغطيه وتخليه واحد نصف ساعة هنا يلجو بارد كتشوفوا الزبدة قصحت بسرعة معايا لإن أنا مدوبتها منزيان من الأحسن ندوبوها مزيان هنا دوبت واحد الكيمية أخرى ديال الزبدة دوبتها مزيان وزيت لها أيضا وحد الكيمية ديال الزيت هي اللي بشغ نورق هنا كتشوفوا العجين ديالي رخوة ومطاطية وبسرعة كتورق معنا غادي نصرحها مزيان مزيان حتى هات الخطوة ضرورية خص هات تصرح مزيان تورق حتى يبن معاكم سطح العمل تبقوا تجبدوا فيها حتى تولي بحال الورقة من بعد ما كنورق همزيان كي ما كتشوفوا معايا غن تنهى من فوق بخليط الزبدة والزيت وغن نشعليها شوية ديال سميدة وغن قطع هال ثلاثة ديال الشريطة او على حساب العبار ديال العجينة اللي سرحتوها يعني تكون مربعات شوية كبيرة ومستطيلة وغن نجمعها بهات الطريقة غن نجمع الأطراف بحال إلا نلويها أو نجمع العجين أظن أنه الفيديو شارح نفسه نجمع الشريط الأول مني نجمعها قطعة كاملة نحطها في الشارط الثاني ونغطيها مرة أخرى بالعجين الآخر نلوي العجين على نفسه كما تشوفه وأيضا نحط العجينة اللي تحصلت عليها في الشارط الثاني وبهات الطريقة نجمع العجينة ديالي هنا عندي ربعات ديال الأقسم قسمت في الأول العجين ديالي ربعات ديال الأقسم جوج الأقسم غن نخدم بهم أو نتحصل في الآخير على القسم يعني على مسمنا وجوج الأقسم ديال العجين أيضا غن نخدم بهم مسمنا أخرى ونستمر في طريق العجين وأيضا نقطعه ونجمع الأطراف كما تشوفه معايا بها الطريقة حتى نكمل العجين ديالي كاملة جوج الأقسم ديال العجين نخدم بهم مسمنا وحدة ونحن يمني نكمل العجين ديالي نغطيها نخليها ترتاح شوية وندوز باش نسرحها هنا نسرح العجين الأولى على شكل مربع كما كتشوف معايا والعجين الأخرى نسرحها على شكل مستطيل عفوا دائري يعني يسمنا دائرية كم طيب المسمنا ديالي في فرن يكون ساخن 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 لأعلى درجة عندكم في الفرن غندخلو المسمنا ديالنا للفرن وهو ساخن غنخليوه واحد بعض دقائق فقط ثلاثة ديال الدقائق إلى خمس دقائق حتى نشوف المسمنا ديالنا كتنفخ بززاف وقط ورق من الداخل كننقص الدرجة ديال الحرارة ديال الفرن إلى 180 وكننخليو المسمنا ديالنا يطيب على خطره ويتورق من الداخل هنا يطريقة ديال الطياب ديال الفرن ضارورية باش ينجح معاكم المسمنا هنا يتزين خفيف زينت المسمنا المربعة ديالي بحبوب البافو دهمت المسمنا ديالي بالقليل من الزبدة والزيت الخليط اللي اسبق وورا قطبيه وزينت بالبافو وهذا هو الشكل ديال المسمنا ديالي المسمنا نظورة وإيضا مربعة كتشوفوا كيفاش كيجي من فوخ من فوخ مورق رائع جدا باش تحصلوا على هاد النتجة الرائعة ديال الطريق وديال هشاشة ديال المسمنا ضروري تبعو مراحل ديال الطياب طيب والمسمنا ديال يكون ساخن بزف حتى تشوفوه تنفخ بهذا الطريقة يعني كيولي من فوق بزف كننقصو درجة الحرارة ديال الفرن الى 180 كنخليو لمسمنا تيالنا يتيب على خطره كنتحصلو في الاخير على هاد الناديجة الرائعة كتشوفوا الطرق كيفاش كيجي من الداخل وكيجي شيش وكتفرت تبوحدها من من برا تسمعوا القرمشات اللي مسمن ديالنا كيجي رائع كنصح كنتجربوه خاصة المحبي هاد الفطائر او المراقات كيجي رائع كنتمنى انه الوصفة او الفكرة ديالي اليوم تكون نالت اعجبكم والمعيد دائما في القناة بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته